اخواني واخواتي في كل الدنيا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته احييكم واتمنى لكم ويافر الصحة والعافية الحالة بتاعتنا النهاردة هي حالة مريض عنده انزلاق غضروفي في الغضروف ده تمام مش هقول لكم رقمه طب ليه مش هتقول لنا رقمه لان الشرح اللي انا هشرحه ينطبق على اي غضروف ينطبق على الغضروف ده وينطبق على ده وينطبق على ده فالمهم ان انت لو عندك انزلاق غضروفي الناحية دي عامل التهار في العصب بتاع الورك عايزين تسموه العصب الوركي عايزين تسموه عصب عرق النسا عايزين تسموه عصب رجلك اللي انت عايزه سامين اللي انت عايزه لان كل اسم المريض بيفكر انه مرض مختلف المهم ان الغضروف ده قدامه فتحة يمين وفتحة ناحية الشمال الغضروف دوت مأثر على العصب اللي خارج من الفتحة بتاعت الناحية الشمال واللي بيسمع في الرجل قصدي اليمين واللي بيسمع في الرجل اليمين وفي العصب اللي خارج من الناحية الشمال وبيسمع في الرجل الشمال خلاص كده بالبقى عايزين تسموه مش عايزة استخدم الفاصة لاخباطك لان فيه ناس بتسميه العصب الوركي وناس بتسميه عصب عرق النسا وناس بتسميه انزلاء غضروفي وناس تسميه دي القناة العصبية وناس تسميه عبدالعزيز وناس تسميه تمام وكل واحد فاكر انه عنده مرض مختلف على اخوه خلينا بقى في الكلام بتاعه الغضروف ده حصل له انزلاء اثر على العصب اللي خارج من الفتحة دي ونازل على الرجل اليمين وعلى العصب التاني اللي حوره لكو اللي هو خارج من الفتحة دي ونازل على رجل الشمال الحالة دي حقنة بس منجر تردد حراري تمام طيب هو المفروض نعمل حقنة بس الناس اللي ما عندهاش امكانيات مادية بنعملها حقنة بس اللي عنده امكانيات الصح انك تعمل حقنة وتردد حراري مع بعض حقنة وتردد حراري ناحية اليمين للعصب وحقنة وتردد حراري ناحية الشمال تمام لكن لو في مريض ما عندهش امكانيات مادية حتى بنقوله اتنزلك عن اتعابي بيقول لي برضو معايش فلوس فخلاص حتى هو معهش امكانيات انه يدفع فلوس المستشفى فبنقوله خلاص نعمل لك حقن جزور الاعصاب فقط وانا كمان اتنزلك عن اتعابي ما عنديش مشكلة تمام لكن في الاخر انا بحاول اساعد المريض ان انا ماخدش منه اتعاب لو حاب يعمل حقن وتردد عن ناحية لمين والشماد لكن لو انا حتى اتنزلت عن اتعابي وده ما نفعش معاك خلاص يعمل لحقنا وامرنا الى الله تمامي بقى دلوقتي ايه قادي الفتحة اللي خارج منها العصاب بتاع دلليمين حطنا فيها الابرة بتاعتنا بعد كده حنيجي نعمل ايه بص بقى احنا دلوقتي الابرة دي حقلنا فيها دواء الدواء بتاعنا رسم العصاب كده يبقى انا مظبوط يبقى انا كده مظبوط جدا جدا ان ايه الابرة بتاعتنا في نفس الفتحة اللي ايه اللي العصاب فيها نقوم احنا نعمل ايه بقى لما نحقن الايه القصة دي تمام نقوم احنا عاملين الايه الدواء بتاعنا بقى اللي احنا هنحقنه اخو بص احنا بنزود بنرسم العصاب اكتر عشان ايه حضراتكم يبقى الموضوع واضح اكتر فقدينا بنرسم الايه العصاب اكتر تمام فحنبتجي بقى نحقن الدواء بتاعنا اخو بص الدواء بقى اهو بيتحقن بص 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 كل اللون اللي كان اسود الدواء بتاعنا غسلوا يعني ايه يعني انت بتحقن الاول بحقن الاول دواء يرسم العصب شفت العصب بقى بعناية تمام اللي هو ايه الاسود دوت تمام شفت العصب بعناية خلاص يبقى جي بقى بعد كده ايه اعمل ايه شفت العصب قدي الدواء بتاعي وتأكد انه هو جيه على العصب زي انه يغزل الاسود ده يزيح الاسود ده يزق الاسود ده فاعرف ان انا جيت عند العصب صح. طبعا المريض ده علشان انتو تبقوا عارفين هو عامل جراح. بصوا الفتحة دي. اللون لبيت ده. الفتحة دي. ده كده. بس ده ما عندوش تلايفات والتساقات. او معهوش فلوس للأسف ان هو يعمل التسليك بالأسطار. تمام. لكن لو احنا رجعنا للآخر. اهو. هنجيب تاني ما يجراش اي حاجة. تمام. هنبص نلاقي فيه فتحة كبيرة في المنطقة ده. تمام. فيه فتحة كبيرة في ايه في المنطقة بتاعتنا دي. فدي ده فتحة دي فتحة جراحة. فده عنده غضروف مرتجع بعد ما عمل ايه الجراحة. يبقى احنا كده خلاص حقلنا الناحية اليمين. اهو زي ما احنا شوفنا. تمام. نبتدي بقى نشوف الناحية الشمال. اهو. دخلنا برضو بالابرة. ادينا الدواء بتاعنا رسم الناحية اليمين. بصوا دي اثار للحقن اللي عملناه في الناحية اليمين من شوية. تمام. اهو. دخل هنا اهو. فابتدينا بقى ان احنا حنعمل ايه الحقن بتاعنا اهو اهو. بصوا الدواء بتحقن الدواء. يزيح كل الاسود. ويتبقى القصار. يبقى كده ايه دي اثار الحقن في الناحية اليمين. وابعدين خدوا بالكم. عايز اوريكم حاجة برضو عشان دايما المريض بيعد على الدكتور بالكيلو. يعني ايه يقولك هتحقن لي الاثنين الغضروفين. اولا هتحقن التلاتة هو هو مش فاهم الموضوع. طيب بص انا حديك مثال. لو انت عندك مشكلة في الاعصاب دي ودي. صح كده. اللي هو وعندك في الاعصاب دي ودي. كده كويس. انت مستني ايه ان الدكتور يرشق الابرة هنا. يبقى حقن الناحية. ويرشق الابرة هنا. ويرشق الابرة هنا. تلات شكات. طيب. ومستني برضو ان الدكتور يرشق الابرة هنا وهنا وهنا. فانت كده اخدت بفلوس اخدت حقك. يقولك هتعمل لي كم ابرة يا دكتور. بيعد بقى. طيب بص حضرتك علشان تبقى برضو ايه تتمتع بالزكاء اللي خال. انت ممكن تحقن من هنا. والدور بتاعت بص 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 يوصل فيه. يوصل لغاية هنا كمان. فانا وفرت عليك شكتين. يعني فهم قصلي. مش عشان تاخد بفلوسك. لازم تتشك تلات شكات عشان تحس ان انت يقعد يقول لي يا دكتور وانت هتعمل غضروفين ولا غضروف واحد. والله لو انا دخلت هنا. والدور اطلع لغاية هنا. يبقى انا عملت الغضروفين بشكة واحدة. ما وصلش الهنا. هشك الشكة التانية. هو بقى عملت الغضروفين بشكتين. فانت ما تعدش علي. ما ينفعش تقعد تحسب علي. اه هو انت يا دكتور هتعمل شكة واحدة. هتعمل غضروف وا او بص طلع لغاية فيدي. وقرب يوصل لهنا كمان. فانت دلوقتي لو ده عنده الرابعة والخمسة والخمسة والعجازية الاولى. وبابرة واحدة جبنا له الاتنين. هو كده برضو حاسس ان هو ما يخدش حقه. لازم يتشك هنا مسلا. فانت ما ينفعش قبل ما نعمل الحق ان انا ما ببقاش عارف هو انا حدخل هنا. الدواء هيوصل هنا بس ولا هيطلع كمان لفوق. والله يطلع لفوق يبقى انا مش هعمل دي. تمام? والله لو انت اه لو هنا وصل لغاية هنا بس. يبقى لازم اعمل دي. فانت لما تقول لي قبلها وانا ما عرفش ربنا رايد لي ايه الدواء يطلع لفوق ولا ما يطلعش. وانا خايف اجدب عليك. هتعمل لاتنين ولا واحد. ما انا خايف اجدب. فانا مش عارف اجاوبك. اقول لك ايه عند ربنا? عند ربنا ازاي? وانت مش عارف? وانت مش الدكتور? وانت مش فاهم? يعني الواحد بيواجه شوية حاجات في المجتمع بتبقى صعبة اه في التعامل. اتمنى ان الفيديوهات دي تكون بتنمي وعيوكو وبتشرح لكو بشكل يخليك. انت كمان فاهم الدكتور بيعمل لك ايه? سبحانك اللهم وبحمدك. نشهد ان لا اله الا ان. نستغفرك ونتوب اليك. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.